نناقش تطورات لبنان مع ضيفنا هنا في الستوديو المحامي والناشط السياسي مجد حرب سيد مجد أهلا بك معنا في سيديوهاتنا هذه المرة على شاشات الحدث وفي الأخبار الليلة يعني دائماً في لبنان نسأل بمعركة رئاسة الجمهورية وعندما يبدأ طرح الأسماء هل هي مراحل حرق الأسماء أو مراحل فعلاً طرح أسماء جدية؟ نحن بأي مرحلة من الاثنتين؟ نحن بمرحلة لدينا خيار بين رئيس وفراغ ولكن فيه شغلة أساسية ما عم ننتبه له ما عم ننتبه أنه ببعض الأوقات الفراغ بيكون أفضل من رئيس مضمون وفارغ اليوم عنا رئاسة جمهورية في معركة عليها في كتير ناس عم بيتقاتلوا للوصول لهذا المركز بس بدنا نظل ويعيين أنه أوقات الفراغ أفضل من أنه نحط حدا بالمركز ما أنه صالح له مين بتقصد هنا؟ هل تقصد؟ أي شخص تابع على حزب الله؟ أي شخص بده ينفذ السياسات اللي وصلت البلد لهون؟ أي شخص بده يغطي العمليات الإرهبية؟ أي شخص بده يغطي السياسات اللي دمرت البلد؟ أي شخص بده ينغمز بالفساد؟ أفضل وما لازم نخاف أنه يكون في فراغ بالدولة اللبنانية دولة بتغطي المجرمين دولة بتغطي التهريب دولة بتغطي الفساد أسوأ بمئة مرة من دولة عاجزة وفارغة ومؤسساتها معركجة مؤسسات بتشتغل ضد الشعب اللبناني أو ضد فئة من الشعب اللبناني أو بتطبيق القانون فقط على فئة واحدة من الشعب اللبناني هي دولة ما بتستاهل أنها تكون موجودة هؤلاء المؤسسات اللي عم بتطبق القانون على فريق واحد هالمؤسسات اللي عم بتغطي الفساد هالمؤسسات اللي عم بتغطي الإجرام مصلحة كل مواطن صالح كل مواطن يبني بلده أنه يوقف بوجه ويكون بالنسبة له أولوية تفكيك هذه المؤسسات وإبقاءه فارغة على أنه انتخاب رئيس رح يكمل بالسياسات التي دمرت الحل الوحيد اليوم الموجود أمام اللبنانيين الذين غير راغبين بحزب الله هو الفراغ ما في حل آخر يمكن ينتهب إليه بهذه المؤسسات خلينا نقول أنه اليوم في أكترية نيابية شئنا أو أبينها إجي تضد حزب الله بتغير شوي على الأسم حزب الله يأمن أكترية لسليمان فرانجي ولكن الواقع على الأرض قال أنه بالانتخابات النيابية أكترية الشعب اللبناني قال أنه نحن ضد وصاية السلاح بالدولة اللبنانية وضد تحكم السلاح بهذا القرار اليوم إذا عم بترجع تسأليني بين الفراغ وبين حزب الله بقلك مئة مرة فراغ إذا بتسأليني شو الإجراءات اللي ممكن تتأخذ في عدة إجراءات من قوانين ممكن تتطرح بمجلس النواب لفك عزلة لبنان من قوانين استحداث مطار جديد بالدولة اللبنانية لفك هالمنوبول أو هالسيطر اللي عنده إياها حزب الله على المطار الوحيد والمنفذ الوحيد اللي موجود في لبنان في قوانين أخرى بتتعلق بالمركزية الضريبية تيبطل فئة من الشعب اللبناني يدفعوا ضريبهم ويكونوا بشكل مباشر أو غير مباشر عم بيمولوا إربع أنا تحدث عن قوانين ستصدر من مجلس النواب الذي هو مسيطر عليه من حزب الله مش مسيطر عليه خلينا نحكي اليوم أنه فيه فرق بمجلس النواب أو كتل بمجلس النواب حكيت شيء قبل الانتخابات النيابية ومنهم حلفاء حزب الله لما يطلع حلفاء حزب الله يقولوا نحن مع المركزية الضريبية اللي عملت طيار الوطن الحر وطرحها قبل الانتخابات واجباتنا نحن نلحق الكذاب عباب بيتهم مثل ما بيقولوا ونقول لهم يا جماعة نحن مع المركزية الضريبية اللي بتحرم حزب الله والمؤسسات اللي خضعها حزب الله من أموال اللبنانيين اللي عم بيدفعوا ضريبهم اللي خضعين للأنون وهيدا أنون بيحشر حلفاء طيار حلفاء حزب الله اللي هنالطيار الوطن الحر ومن اللون خلينا نطبق مشاريعهم الانتخابية اللي وعدتوا فيها الشعب اللبنان هل ما زالوا حلفاء اليوم الطيار الوطن الحر وحزب الله خلينا نحكي أنه بالناس بالسياسي اللي ما عندها مبادئ سياسية واللي ما عندها مبادئ وطنية ما فيك تراهنة على التحالفات الوقتية اللي عندهم إيها اللي بينبيع وبينشارع بمقعد إذا تخينق معك على هيدا المقعد بترجع بتشتريب المقعد نفسه اللي زعلتي فيه ولحد ديت اليوم للأسف بعد ما سمعنا أي خطاب سياسي من الطيال الوطني الحر أو من ناس قراب من الطيال الوطني الحر عم بنددوا أو عم بنتقدوا السياسات الأساسية طبعا حزب الله ما سمعنا خطاب ضد السلاح ما سمعنا خطاب ضد التهريب ما سمعنا خطاب ضد التدخل بالخارج ما اسمعنا خطاب ضد معايدات الدول العربية ودول الكليم عم نسمع نحن بس محاصصة أنه بتنعيد جلسة مجلس الوزراء بتعملوني رئيس ما بتعملوني رئيس وهذا هي التجارة السياسية اللي وصلت البلد لهم يعني هي محاولة شراء وقت حتى مش خلال السياسية تجارة سياسية محاولة اكتساب مراكز وتجارة بالسياسة اللي هي وصلت لبنان اللي نحن عايشين لنتحدث عن الفريق الآخر في موقف لدكتور سامير جعجع يقول نحن لن نؤمن النصاب طالما أكد رئيس البرلمان نبيه بالرأي حركة أمال أنه مرشحهم هو مرشح حزب الله بس بنفس الوقت اليوم ماذا يفعل الفريق الآخر في عنا تشتت في عنا مشاكل بين الأحزاب في التغييريين الذين تفككوا بداخلهم وأيضا لديهم خلافات مع الأحزاب بهذه الجبهة التي كان يفترض أن تكون قوية أين ذهبت؟ للأسف أكيد في خلافات داخلية بس خلينا نرجع نتطلع بهذه الجبهة ونرائب سلوكها السياسة سلوك مشرف شأنها وابينا في خلافات داخلية ونعترف كلنا فيها بس اليوم عنديك جبهة في لبنان عم بتقول عندي مشروع إصلاحي مشروع سيادة الشخص اللي بيحمل هذا المشروع ما بهمنا هويته بهمنا التزامه بهذا المشروع من ميلة تانية عنديك جبهة ممانعة جبهة ممانعة مبين ارتباط حلفاء فيها هو ارتباط مصلحة يعني اليوم بتطلع بهذا الجبهة بتلاقي شخص عم بيتقاتله مع بعض على المنصب السياسي وما بتلاقي ولا أي خطاب اللي علاقة بالفكر أو بالإصلاح أو بالخطة الاقتصادية من ميلة تانية بتلاقي يمكن مقصص مين بس كلهم بيقولوا أنه خلينا نتفق على هذا المشروع وميشيل معوض اللي هو مرشح رئاس جمهورية عم بيقول أنا إذا صار فيه اتفاق على مرشح تاني أنا بسحب حالي من المعركة ومنصوت لهذا الشخص التاني بتطلع بالميل تاني بتلاقي خطاب سياسي فكر سياسي صح أو غلط يعني مش رح نعلق على هذا الموضوع أكيد أنا بعتبره صح فكر سياسي خطة سياسية خطة اقتصادية من ميلة تانية بتلاقي غياب الخطاب السياسي غياب الخطة الإصلاحية غياب خطة اقتصادية ولكن تآتل على المراكز والمغانيم بدولة أصلا فارضة بس أيضا يعني شخص سيد ميشيل معوض كل مرة بكل جلسة من الجلسات الأحد عشرة كان يختلف التصويت له نذهب يعني ارتفع الرقم من 30 إلى أكثر من 40 ثم نزل ثم عاد وارتفع يعني اليوم هل في اتفاق واضح بين هذه الجبهة؟ نتمنى يكون في اتفاق واضح ولكن الاتفاق الأهم اللي لازم يكون هو الاتفاق مثل ما قلنا على الخطة على الفكر السياسي على الخطة الاقتصادية هيدا موجود اتفاق تام؟ هيدا على القليل بالإعلام لازم يكون موجود وعن بينحكى فيه وبالتصريح موجود ولكن الاتفاق الأهم اللي لازم يصير هو اتفاق عدم الخوف من الفراغ الخوف من الفراغ هو اللي وصل ميشيل عنتا يحكم البلد ويدمره خلال ست سنين كان فراغ سنتين يعني لو كان في خوف كان وصل قبل بس عم بقول انه ما لازم نجرب لبنان لفكرة انه انتخاب رئيس تابع لمحور الممانع او راضي عنه حزب الله هو شغلة افضل من انه نفرغ هيدا المؤسسة لانه خلينا نتذكر انه بولاية رئيس تابع لحزب الله صار في عدوات مع كل الدول العربية بولاية رئيس تابع لحزب الله صار في تهريب اكتر من 18 مليار دولار على الحدود وغير الحدود بهيدا الفترة صار في هدر بالكهربة بهيدا الفترة صار في تفجير المرفأ نحن ما لازم نخاف من الفراغ اننا ما لازم نخاف من هيك عهود وهيدي العهود اذا رجعنا عملنا زياد الاخطاء بالمساومة والخضوع على السلاح عم نرجع نفوت بنفس الطريقة وبنفس الالية نرجع ندمر بلد ما بقى يحمل دمار شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا هنا في سيديوهاتنا على شاشة الحدث ضيفنا في السيديو اذا المحامي والنشط السياسي مجد حرب ترجمة نانسي قنقر